ما أريد سأصير يوماً ما أريد سأصير يوماً فكرة لا سيف يحملها سأصير يوماً طائراً وأسل من عدم وجودي كلما احترق الجناحان أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطريق أنا حوار الحالمين أنا الغياب أنا السماوي الطريق سأصير يوماً شاعراً شاعراً سأصير سأصير يوماً شاعراً شاعراً سأصير موسيقى موسيقى فلا أقول ولا أشير إلى المكان موسيقى 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 تحية طيبة مشاهدين الكيرام مشاهدي القناة الوطنية الأولى مرحبا بكم طبعا في برنامج مع الناس ما أريد سأكون يوما ما أريد قدش تأثرت برشا بالغنية محمود درويش وشكرا لك فنان عادل على أبو عليق على حضورك معنا وهذه الوصلة الموسيقية الجميلة شكرا على استضافة يا عيشك هذا موعد لابد أن نضربه مع تونس الوطن والشعب التونسي اللي في حاجة إلى مثل هذه المساحات للخروج من هذه الأزمة العالمية ولو بلغة المتاء معنا يعني الخروج من المعنى اليومي حتى لا تقتلنا الحقيقة فالفن هنا هو وسيلتنا للخروج من هذا المأزق اليومي الذي نعيشه هو هذا الحصار اليومي من شيء لا نرى وهذه تجربة أعتبرها مهمة في وجود أي إنسان أمام هذه الصدمات طبعا المسألة مسألة وجود فكرة الحياة والإنسانية مسألة المقاومة بجميع أشكالها والفن هو شكل من أشكال المقاومة وكانت هذه دخلة استثنائية لبرنامج مع الناس حبينا تكون في وصلة موسيقية أمنها عادل أبو عليق كيف تحضر معنا فيزة جنونة مترجمة محلفة عن جماعية تونسية لمترجمي لغة الإشارات لنحب نشكرهم برشا على خاطر في كل مرة يحضروا معنا متطوعين باش نجموا نوصلوا لهم كل ما يقال في علاقة بالكورونا ومقاومة هذا المرض وتفشي هذا الفيروس مقاربات أخرى نختارها في برنامج مع الناس الآن هذه المقاربة أنه المقاومة بأشكالها وشفنا في العالم الكل كان هناك استعمال للفن للفنون للكلمة حتى نكون معناها موجودين ونقولوا رو الإنسانية والحياة مهما اختلفنا في الأديان في اللغات في الأجنيس فالآن نقاوم من أجل الإنسانية طبعا هو أنا تبعت شوية شبكة التواصل الاجتماعي فلقيت أنه مجموعة مثلا من المسرحيين في تونس تلموا من أجل أنه يحطوا المسرحيات متاحهم تتعرض على شبكة الفيسبوك في هذه اللحظات ريت أنه بعض الفنانين ظهروا بش يحكيهم مع الناس خطراه الإنسان إذا كان يكون محاصر بسلطة الخطاب يوميا يعني يوميا نبقى وإحنا محاصرين كنحب نلخصها أنا مختص في علم اجتماع ثقافة والفن وفلسفة الفن نقول أنه التونسي أصبح محاصر بثلاثة أنمات من الخطاب هناك خطاب قانوني وخطاب مالي اقتصادي وخطاب عذاب الخبر يعني قام محاصر بين هذه الأشياء وكأننا أمام عذابات فلاثة فأقول لابد من وجود مساحة للخروج من سلطة الخطاب بسلطة الصوت والصوت هنا هو الذي أملكه وفي نفس الوقت أشعر أني تجاوزت الحيز المكاني والزماني بتاعي بالصوت المنغم وهذاك عليش الموسيقى نشوفها في العالم الكل استعملوا الموسيقى للتواصل والتخاطب للخروج من سلطة الخطاب أحيانا وللخروج من حقيقة يعيشونها يوميا حتى لا تقتلنا هذه الحقيقة نتواصل بالفن باعتبار أن الفن يعطي هذه المساحة للميتا سانس كما قلت من اللول الميتا معنى الخروج من المعنى المباشر إلى ميتافيزيقة أخرى يمكن أن تجمعنا ووجود آخر خارج الوجود اليوم سعاد البعليك قلت العالم الكل اختار أنه يكون هذا التمشي في علاقة بالكلمة بالصوت الموسيقى ونحن في هذا التقرير باش نشوفه مع جهين لويتي التي جمعت تقريبا كل ما هو مقاومة بالموسيقى في زمن الكورونا ثم نعود الفنان صوت من لا صوت له هكذا دائما يقال لنا فوجدناهم زمن الثورة بأغاني ثورية وشعارات هزت الشوارع ودائما يقال أن الفنان صوت العقل وصوت النفس فمن منا لم يلجأ إلى الغناء في السعادة كما في الأحزان واليوم وأمام الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار وباء الكورونا المستجد بشأن الحفلات والأنشطة الثقافية نطرح نقطة استفهام كبيرة ما دور المبدع زمن الأزمات ففي الضفة الأخرى من المتوسط إيطاليا تواجه اليوم الكورونا على طريقتها الخاصة والمميزة اتضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوات مميزة للسكان وهم يحاربون انتشار الكورونا بالفن وتظهر لقطات السكان وهم يغنون ويعزفون سويا على شرفات المنازل وهم في الحجر الصحي في خطوة تزرع الفرح والأمل لا في قلوبهم فقط بل في قلوب كل العالم طبعا كما شفتو خاصة في إيطاليا كانت برشا فيديوهات اللي تم تنقلها في علاقة بإذاعة الموسيقى من المنازل وفتح الشبابيك لهذا الجامع الآن كورونا حرمت الناس من التواصل من أن يكونوا في نفس المكان نستمع على الموسيقى مع بعض لكن لقينا طرق أخرى وهل يعتبر هذا سيد عادر بوعليج طريقة تعبير الإنسان حول الحالة اللي هو فيها وهل يزرع في ذلك نفس المقاومة تجاه فيروس ما نعرفهش حتى اليوم علميا شنوه هو هو أصل الإنسان فيه ثلاثة مستويات من التفاعل هناك تفاعل وجه لي وجه يعني كل يوم نخذرلك وتخذرلي ثم هناك مطلب آخر هو الانتراكسيون فاسا فاس أبري الانتراكسيون كوراكار نسلم على بعضنا ونمسوا بعضنا لأنه ثم مطلب آخر هو التفاعل جسد لجسد اللي بجهزنا مبعد للتفاعل الرمزي وهنا يأتي الفن فأن يحرم الإنسان من هذا التواصل اليومي جسد لجسد فهذا بالفعل هو نوع من سيتون أغريسيون يعني نوع من العنف الرمزي الذي يصلت والمادي الذي سيصلت على الإنسان يعني بلغة الفلسفة لهنا نجو نحكيه أنه لا بد من الذهاب إلى التفاعلية الرمزية بالفن لأنه في الفن هناك نوع من التواصل وجه لوجه وجسد لجسد ورمزي أيضا حتى نخرج من قيد اليومي طبعا وخاصة نحن اليوم نحكيه مع ستة متع العشية حضر الجوالين الناس في ديارهم اليوم ويلتزموا إن شاء الله بالقانون ويكونوا موجودين في ديارهم أيضا في الحجر الصحي موجودين في الحجر الصحي لمدة خمسة عشرين يوم خساني يجيوا من بره هذا الكل يوم محتاجين أنه يكون عنا طرق أخرى للتعبير طرق أخرى للتواصل مش كان شبكة التواصل الاجتماعي ساعات تلقى فيها أخبار مخيفة مفرحة مختلفة ولكن أيضا لازمنا نتعلموا أنه نسمى الموسيقى نتواصله مع الكلمة مع الصورة ونجم يكون الفنان هو له الدور بيش يعمل المسائل هذية لكل سيعد البعليج هل هناك مبادرات الآن متوينسا؟ هي المبادرات يعني موجودة كما قلت بالفيسبوك لقينا بعض المسرحيين اللي قدموا مسرحياتهم باشي الناس تصهر على المسرحيات هذيك أنا نصور أنه الدور طوى مطالبة به التلفزة لأنه علاش خطر التلفزة في كل بيت واليوم لازمنا نفيقه بحاجة أنه من السادسة مساء العائلة كلها ملمومة يعني البو والأم والأطفال يمكن لأول مرة يعني يحسوا بروحهم أنهم مجبورين أنهم يتلموا مع بعضهم خطر في العادة البو يمشي القهوة لهم تمشي الكوجينة والأطفال ما نعرفوش عليهم وثم يلعبوا مثلا لماذا هذه ما تصير جديدة ثم هي لما من أجل يعني حدث أثر على العالم الكل على الإنسانية أثر على مستوى الحياة اليومية ومستوى الوجود أيضا وجودي كذات أواجه عدو غير مرئي نستحكي على حرب يعني رؤى السادة والخرج وقالوا رانا في حرب الحرب يعرفوها الأطفال مثلا والذي يعرفوها بعض الشباب أنها بسلاح ولكن هذه الفيروسات يعني لهنا نحن أمام ظاهرة جديدة نتصور أنها يزمها تكون مجال حديث للعائلة لكلها وهي ملمومة مع التلفزة خطر الآن نتذكر أن حصة عادتها فيها الجانب الفلسفي وهذا مهم جدا بكل صراحة القناة الوحيدة التي فهمت اللعبة أنه التونسي هو متعدد وليس يزين من لغة الأرقام يزين من لغة القانون نيسر يزين من لغة السياسة وهي تنمشي لغات أخرى تخلي التونسي أن يعيش اللحظة متعددة وليست في وجهة واحدة وتكون هناك قراءات مختلفة حتى في زمن الأزمة الآن فقط نعود من كلمة أخيرة لك سيد عادل أبو علي الآن الموسيقى ما الذي تخاطبه فينا إذا كان نحكي على المقاومة ما الذي تخاطبه الموسيقى فينا حتى نكونوا موجودين فمن برشة الناس خايفين فمن برشة الناس يعني عندهم الخوف من كل شيء من الخروج من عائلتهم من أصدقائهم من صحابهم هذا الخوف كيفاش نجموا قومي هو الخوف هو الخوف عادتاً ردة الفاعل تكون بالعيات سياح فتقول أنه هي ردة فاعل صوتية جسدية إذا كان نحط لمسة جمالية على هذا التعبير الصوتي الجسدي يصبح موسيقى وهي فن الصوت وتشابك الأصوات في ذات الوقت أنه يحكي هيجل أنه الصوت هو الطاقة العناصرية إليمونتار في الجسد فهذا الجسد في حاجة أنه ينطق صوتاً هو التعريف العالمي للموسيقى فن الصوت وتشابك الأصوات بهذا المنطق نحرر هذا الجسد من سجن اليومي أمام هذا العدو اللي اسمه كورونا طبعاً وهذا مهم جداً أنه اليوم نكونوا متفايلين نكونوا نغذيوا الروح بالموسيقى بالفن وتكون عنا المقاومة تجاه هذا الفيروس اليوم نعتبروه عدو ما نعرفوش الأسلحة اللي نجمه نواجهوه بها بما أنه ما فماشي لحد الآن تلقيح خاص بهذا الفيروس مقاربة أخرى نشكرك برشا سعاد البوعلق على حضورك معنا وعلى الوصلة الموسيقية اللي قدمت هنا ستنائياً اليوم في برنامج مع الناس بعد شوية نحكي أكثر ما يمكن بش نرجع إلى الحقيقة وللإجراءات الآن وهذه حاجة ملزمة بش نحكيه أيضاً على عمال البلديين بعد شوية مع الكتب العام لجمع العام لعمال البلديين ثم أيضاً خبير الجبائية لسيد لاسعد الذوادي بش نحكيه على الاحتكار اليوم والمضاربين ومن يستغل هذه الأزمة وفي الجزء الأخير تكون ضيفتنا شيخة مدين تونس وعاد عبد الرحيم بعد هذا التقرير البلديات في ظل أزمة فيروس الكورونا مع جيهان علوين ثم نعود تعيش تونس كبقية دول العالم على وقع تفشي فيروس كورونا المسجد كوفيد تسعتاش وتوقياً من انتشار العدوى بين المواطنين وضعت السلطات الصحية والمحلية والبيئية خطة وطنية لمجابهة الفيروس الوبيئي على جميع الأصعدة المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن التوقي من فيروس كورونا يطرح أهمية التعاطي بجدية مع خطر النفايات وظروف عمل الأعوان البلدية في الظرف الراهن المتسم بتفشي الفيروس إذ أن الفضالات تتكون حتماً من مخالفات أشخاص قد يكونون حاملين للفيروس وجل الأعوان يعانون من الأمراض المزمنة والأمراض المهنية المتأتية من التعامل مع الفضالات في ظل تدني أجورهم وانعدام لابس الشغل وغياب الأدوش وبيوت الراحة في مواقع العمل ومع تفشي فيروس كورونا يجد هؤلاء الأعوان أنفسهم في الواجهة للتنفيذ تدخلات استثنائية للنظافة إلى جانب النشاط العادي للبلدية بمحيط الأسواق اليومية والأسبوعية والمسالخ والمؤسسات الاستشفائية ومحطات النقل العمومي بدون وسائل الوقاية أو المواد الصحية اللازمة لحمايتهم باعتبارها موارد بشرية هامة وجنود خافئ في الصف الأول لتنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وبالرغم من الظروف المالية الصعبة لأغلب البلديات في تونس والمتمثلة أساساً في ضعف الميزانية أو غيابها تماماً تسعى بعض البلديات في الفترة الحالية بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وميسوري الحال من أبناء الجهة إلى اقتناء لوازم التعقيم وأدوات الحماية للأعوان والعمل على غرار بلديتي أكودا وجبنينا في حين تتجلى نقاس عمل السلطة المحلية في بعض البلديات أهمها بلدية تونس صاحبة الميزانية الضخمة والمدخيل المتنوعة على مستوى الوضعية المهانية للأعوان المخلة بأبسط مقاومة الكرامة والصحة في ظل غياب أدوات الوقاية والحماية وتدني الأجور وغياب التخطية الصحية وهم المطالبين بالالتزام بالتدابير الاستثنائية والتكثيف من حملات النظافة والتعقيم على مستوى مدينة تونس وكبرى الشوارع في العاصمة حماية للصحة العامة مرحبا بكم مرة أخرى وإذا كان نحكي على من هم في الخط الأول لمقاومة تفاشي فيروس الكورونا مشكلة الأطباء أيضا عمال البلدية وعمال النظافة اليوم اليوم في المواجهة وبفضل مهما تكون هناك عمليات تعقيم يومية وحينية لمقاومة هذا الفيروس يحضر معنا مكرم عميري الكتب العام الجامعة العام العمال البلديين شكرا على قبول دعوة مرحبا بيك سي مكرم شكرا على الاستضافة وشكرا على تطرقهم للموضوع الحارقة فيما يخص عوال البلديين قبل كل شيء نحب أن نقدم تحية للشعب التونسي اللي حقيقة قاعد كل يوم يظهر فيه وعي أكبر والتزام بالتعليم الهياكل الصحية متاعنا نشوفه فيه في الشارع نشوفه فيه في المجازينات نشوفه فيه في جميع المحطات نحب أن نقدم تحية لأعوان الصحة لقواتنا الأمنية والعسكرية وخاصة لزملائي أعوان البلديين اللي في الصفوف الأولى وتعرفوا في ظروف مهنية صعبة في ظل نقص كبير ياسر في وسائل الوقاية الصحية نحن نجي الموضوع هذا وكانوا معنا في المباشر النقل المباشر في علاقة بالعمال البلديين سنعود هذا الحديث بأكثر تفاصيل خاصة في علاقة بمستلزمات عمال البلديين لكن بشمشي ومرة أخرى بشتكون عنا مداخلة من القصريين مع زميلة نادي ارتيبي مرحبا بيك تحية لكل مشاهدي برنامجنا مع الناس نحن اليوم متواجدين بولاية القصريين اللي منذ تقريبا نصف ساعة انطلق الحضر التجول فيها لكن نعرف أن حضر التجول ممنوع على كل مستعمل الطريق وأيضا المحل التجارية والمقاهي لكن لتنفيذ وإنجاح هذا الحضر وضمان سلامة هذه البلاد عن قوة أمنية وعسكرية منتشرة في كل مكان نعرف أن الظروف فرضت هذا الحضر التجول وكانت فم جملة من الإجراءات السابقة لمنع انتشار فيروس كورونا في ولاية القصرين والحد الآن في ولاية القصرين عندنا 65 واحد في حضر الحضر الصحي الذاتي دون أن تسجل ولاية القصرين أي إصابة بفيروس كورونا إلى حد هذه الساعة هذه إحصائيات ولاية القصرين اللي أيضا هم يعتبروا جنود المرحلة لضمان سلامة أهالي ولاية القصرين من هذا الفيروس فما استعدادات حثيتها منذ أيام وأيضا منذ أشهر منذ معناها اكتشاف أو الإصابة أو ظهور الفيروس في إيطاليا ثم في الجزائر فما في المستشفى الجهوي بالقصرين تحذير لقاعة عزل لإصابات لقدر الله وإن شاء الله ما يكون هذا فيه جهة كما فما استعدادات كبيرة وإجراءات كبيرة اتخذت منذ شهر ونصر تقريبا أو أكثر انطلقت بها ولاية القصرين إجراءات لمنع تفشي هذا الوباء أو وصوله إلى ولاية القصرين بشيح معنا سيد محمد سامشا ويلي الجهة اللي كان آخر قرار أعلن عليه اليوم هو ما نقولوش عاز الولايات القصرين عن بقية المدن لكن تعليق سفرات اليومية لعدد من الولايات اللي فيها يعني موجود فيروس كورونا على غير تونس العاصمة نابل سوسا قفسا سفاقس وذي الإجراء انطلق في تنفيذ اليوم مع أيضا إجراء كان سابق اللي هو خلاص نسبة من ديون جمعيات المائية لإعادة التيار الكهربائية لجمعيات المائية وتوفير مياه صالحة للشراب للعدد ميناء الأرياف سيد محمد سامش مرحبا بيك اليوم معنا في برنامجنا مع الناس إجراءات كانت استباقية وظهر لي فما نجاح مشهود في هذه الإجراءات لو كان حوص جمع الإجراءات اللي اخذيناها للتواقي من فيروس كورونا نحنا إن شاء الله ما نقوله نجاح إلا ما تعدى الآفة هذه على خير نحن اليوم في حرب مباشرة مع الفيروس هذية كل ما نكون استباقيين نكون أكثر استعداد الحق نحب نحيي بالمناسبة هذه كل الإطارات الصحية بالجهة والإطارات الأمنية والعسكرية اليوم لسهرة على تنفيذ حظر الجوالين في يوم الثاني نحن كنا منذ بروز أول حالة في تونس منذ بروز أول حالة في تونس قمنا بعقد العديد من الجلسات اللجنة الجهوية لمجابعة الكوارث وكنا تنقلنا للمعابر وجهزناهم بمقاييس الحرارية اللازمة اليوم الناس كل متجندة في القصرين قوات أمنية بلديات السيدة المعتمدين كونا خالية أزمة جهوية كونا كيف خالية اتصالية لكل المواطنين قادرين بشي بلغونا بكل المواطنين العايدين بالخارج واللي ملتزموش بالحجر الصحي اليوم عنا خمسة وستين وضعية في الحجر الصحي الذاتي كنا طبقنا عليهم قانون الزمناهم بإمضاع الالتزامات نسقنا في كل حالات مع النيابة العمومية معنىش حالة نشوفوا اليوم انه فما بوادر متاع التزاما عند هالي القاسرين بمنح حذر التجول من البارح انطلق كانت فما متابعة حتيت لو كان معناها زادة الالتزام هذا بحذر التجول كانت فما عليه تأثير سلبي على عدد من المواطنين وخاصة اللي مهامهم تنطلق من السادسة كيف عمال الحضائر كيف عمال المقاهي كيف عمال قلبنا نشوفوا الشارع هو خالي من رواد ولو كان بتبع جادي وردينا الصورة اللي هي اهم شنون اجراءات للناس هضومل ونعرفوا اليوم فما نقص في التزود في المواد الاساسية ونعرفوا انه فما ناس سكنين في صفح جبل سعنبي ونحنا تحت مستشفى جيوهي بالقاسرين وبصفحها تقريبا جبل سعنبي كيف كيف تتعاملوا مع الوضعية هذه نحن اليوم قدام خطر دهم وفي حالات الطوارئ والخطر دهم يولي الحق في الحياة هو يسبق الحقوق الاخرى الاجتماعية والحق في الشغل اليوم كانت القرارات هذه استباقية باش نحافظوا على حيات اهلنا في ولاية القاسين بالنسبة للتموين والتزوين كنا نسقنا مع سيد وزير التجارة ووفرنا الكميات اللازمة وهي في طريق لحل مشكلة التزويد معا كما تعرف قرار اليوم سيد وزير الداخلية للترخيص للعدد من المساعدين كانت عندنا زيارة الشركة الجهوية للنقل فما تدم من المواطنين اللي في حاجة انهم يسافروا ويجو فمعناها هل انه في وقته اليوم باش نخضو قرار التعليق السفر هذا وإلى ولاية القاسرين أو انه اجراء استباقي لا بد منه هو هذا كان باستشارة اللجنة الجهوية الكويرث وباستشارة جميع مكونات المجتمع المدني في ولاية القاسرين كيكون تنسيق عام هذا القرار اخذيناه للحد من انتشار الفيروس خاصة الحفلات هذه تتنقل المدن وتتنقل ولايات ظهر فيها الفيروس هذا هذا ما نجموش ما ناخذوش ما نجموش ما ناخذوش نعم نعم اليوم لو كان بطبيعة يسمح سيد مديري اقليم الحرس الوطني والشرطة انه نتحثوا على اجراءات الامنية اليوم لتواقي من الارهاب خاطر نحنا تواقم بين قاعدتين فما تمركز في الجهات الامنية وفما زاد حماية الاعوان الامنيين في المراكز انتاحهم للوقا والتصدي للعناس الارهابية او مظهر الاجراء هو بالنسبة اللينا احنا راهوا العمل متاعنا متواصل فما نخدمه على زوز اجراء فما نقطع المتعلق بالاحتياطات الامنية اللي اخذينيها بمناسبة كورونا وفما عنا العمل المتواصل اللي متعلق بمواضيع مقامة جريمة والارهاب هذلك عمل متواصل وراهو ديما نخدمه هذلك يقعد في ديما عنصر قار في العمل المتاع بالنسبة العنصر هو هذلك اللي نضاف لنا انه نحاول نأمن المواطنين نحاول نفرض هذا التجول اللي احنا نعرف ظروف صعيبة نعرف اللي هذلك بش نمس من حقوق التنقل متاع المواطنين اما هذا واجب يلزمنا نطبقوه على الناس الكل ونعرف سيد رامي مجر اقليم الشرطة في ولاية القاسرين اللي يحضر معنا اليوم ايضا وهنا متواجدين كما قلنا في منطقتهم اللي هي القاسرين المدينة فما اجراءات فما خلفات تم تسجيلها فما الناس لم تتلتش لأمر التوقف لكن معناها هذا فما حضور دائم لكم في الملوكين نحكو على اهم الاجراءات في ولاية القاسرين اهم وكيفاش نتعاملوا مع حضر التجول في صورة ما تم تمديد فيه نجم يكون اقل بعد تسجيل اول حالة وفاة في سوسة بفيروس كورونا في الحقيقة احنا عملا بتعليمات القيادة تم برمجة ارتيل مشتركة بين وحدات الامنية ووحدات الحرص الوطني ووحدات الجيش الوطني ارتيل هذه مشتركة تسهر على حسن تطبيق حضر التجول بكامل ولاية القسرين بمرجع نظرها الامن ومرجع نظر الحرص الوطني تم تسجيل عديد من المخالفات تم تستشارة النيابة بالطبيعة في الغرض اتخذنا الاجراءات اللازمة فيهم بالنسبة لنفهم بعض الحالات الصحية المستعجلة والسيارات الاصعاف هذه بطبيعة بش نسهلولها المهام كذلك بالنسبة الشاحنات التزويد وشركات التزويد كيف كيف نسهلولها في المهمة متاحها وقاعدين نعاون فيهم اليوم شفنا انه احتكار كبير ملينا نكون معنا مدير الف التجارة لكن ان شاء الله يكون معنا في فرصة جية كيف تحامل معنا خاصة فما تم حاجز كما لأول البرح تم حاجز 200 اشكار سميد كانت مهربة البيع في السوق السوداء باسعار بعض في الوقت اليوم المواطن محتاج للمواد الغذائية لغم توفرها بالتبيعة بالنسبة الاحتكار عن المواد الغذائية هذه عن الوحدات الامنية التي هي منتشرة في الميدان قاعد تراقب فيها بالنسبة للمخالفين قاعدين نسقوا معهم كذلك مع النيابة العمومية وناخذوا فيهم في شانهم اجراء تم حجز عدد قرابة 200 شكارة من مادة 150 كيلو جهة منطقة الامن الوطنية بسبب كذلك احجزنا عددها من الجوبليات في جهة منطقة فريانا الوحدات الامنية قاعدة صاهرة على تطبيق القانون صحيح فما احتكار قاعد يتم التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة وقاعدين نرفع في المخالفات متاعنا ونطمنوا اهلينا في القسرين بقدرة الاله احنا موجودين وحداتنا الامنية موجودة باش تسهر على تأمين تزويد النقاط عايشة كسيرامي وشكرا على التدخل التي كانت بشكل مفاجأة دون التنسيق ويأتي كم صح على التعاون معنا خلفنا بالطبيعة المصرف الجيوي بالقسرين اليوم كما قلنا فيه اجراءات خاصة ان شاء الله منصوص لتجهيل ايصابات نذكر انه عنا سفر ايصابة في ولاية الجاسين مع تجهيل يعني 65 شخص في الحجر الصحي الذاتي وان شاء الله البقية يمتثل وخطف مشكون يتجاوز في الحجر وكانت اتخاذ اجراءات في ضدهم اللي هي أولا بداية بحجز جواز السفر امتاحهم شكرا جزيلا لك نادية رتيبي مراسل التفزة الوطنية من الجاسرين هذه الصورة الحية لك والفريق التقني لمعاك نقلتونا الصورة بكل امان وشوفنا كل المعطيات المتعلقة بولاية الجاسرين تحديدا يعني الآن ليس عزل الولاية فقط هي إجراءات معناها استثنائية في علاقة بالنقل بين المدن بين الجاسرين وباقي الولايات و65 شخص هما في العزل الذاتي نتمنى لهم السلامة وسلامة للتوانس الكل نعود إلى حديثنا سيد مكر مع ميريا الكاتب العام لجامع العام البلديات شكرا لحضورك معنا مرة أخرى نحكيه على مسألة مهمة أيضا قلنا الخطة الأول الأطباء أيضا الخطة الأول هم عمال البلديات في علاقة بالنظافة والتعقيم وإلى غير يبدو أن هناك إشكاليات على مستوى السلامة وهو ما خلى عدد من العمال يحتجون الآن في علاقة بسلامتهم وكل ما يمكن في اللتنور يلبسوها لقان استعدادهم بشيواجه المرض هذا صحيح والله احنا في اتصالنا اليوم بهيكلنا نقبية في مختلف بلديات الجمهورية توصلنا تشكيات فما حالة فزاعة كبيرة يسر عند العوان على عدم توفر وسائل الوقاية والصحة فما تشريع بالية إلى حد الآن كما تعرف كما شنوى سيماكر خلينا نحكي أكثر دقة في الموضوع أكثر دقة العون البلدي بالقانون عنده الحق في كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء زي عمل في الصيف وزي عمل في الشتاء معناها ما عنده الحق حتى بش يوصلها وتعرف بالقانون اللي هو ما عنده الحق يروح للدار الصغار وبالزي اللي يمكن يسر هذا كي يكون مصدر كبير يسر متاع عدوى لحد الآن عواننا يخرج من دارها بزي همتاع العمل ويرجع به اللي بالقانون يلزم يتصل بالمستودع يلبس زي متاعها ويكمل يحط زي متاعها في المستودع ويدوش بالماء والصابون وبالشامبون وكل شيء ويروح هذا كل ما هو موجود الحالة المهينة والكارثية اللي عليها المستودعات البلدية هذا كل كنا نبهنا لها عديد المرات احنا كنا احينا الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلام المهنية أفريل 2019 وكنا نبهنا السلطة سلطة الشراف البلديات لأهمية هالموضوع هذا لو كان كانت البلديات معناها عاملة راسمان الملحكية هذه ما نصلوش للوضعية هذه فما بلديات تحب تقتني وسائل وقايا ولكن ما قلتش فما نقص كبير يصل على مستوى الوسائل هذه اليوم علموني اللي بلدي تونس التجئت انها باش تعمل كنترات ومع خياط باش يعمل لبافات هذه اللي حقيقة ما هوش معقول هجال الديزينفكتون معناها حالة يعني لم يتم توفير كل الامكانيات هذه لم يتم توفير ولم يتم توعية لعوان ووضعية مزرية للأخر بي لحال الاشكاليات هذه كل سيماكرا متوجهت وإلى السلطات المعنية مرد إلى حد اللحظة والله السلطات المعنية أنا كنت حكيت مع سيد وزير الشهور المحلية البارح على أساس وكنا اتفقنا على أساس باش نعمل لجنة مشتركة بيني وبينها نتابع فيها وضعية البلديات ولكن متعرف بالقانون جديد توفهمها لمركزية معنا الأمر بيد المجالس البلدية معاعدش بيد الوزارة دونك ننشير لها صارت شكالية كبيرة يسرفيسوسا وكانت لها الخدامة هدت باشتقاتها على العمل خاصة في الفضلات المستشفيات الفضلات اللي هي كل ما هو فضلات المستشفيات حقيقة نرى فما تجاوز كبير للقانون تجاوز يتمثل في شنو اسم مكرم هو من المفروض أنه يعني رفع الفضلات هذي يكون إنسان يحمي روحه كما ينزل ويخدم العمل المتاع وشنو الفضلات اللي لمتاع المستشفيات ما هوش من مسؤولية التعوان البلدية هذي فما شركات خاصة هي اللي تتولى ملا لأن المستشفيات قاعدت معناها فضلات هالطبية بتخرج مع الفضلات العادية وكنا زيادة لقينا فصار احتجاجات خاصة في أعوان المصبات الفضلات السلبة السيلة اللي هدو باش يرفضوا قبول الفضلات في المصبات هذا خطر يحتوي على لكن يبقى معقول هو طلب نتيحهم معقول لكن يبقى التهديد بعدم رفع الفضلات عنده بعد مخلفات كبيرة لأنه اليوم النظافة المسألة في علاقة بالتعقيم والنظافة مسألة يعني يكون ثلاث ساعات يعني لن تتحمل تونس إضراب لن تتحمل تونس عدم رفع فضلات فعلى الدولة مش نحكي كان عليكم توم على الدولة نتحمل المسؤولية في هذا الجنب نعرف وعلى أيضا تحمل المسؤولية للعمال النظافة الآن أيضا على الدولة نتحمل المسؤولية وترافق البلاديات في المسار كامل المسار المركزية التي تسمى جديد على البلاد التونسية تدخل مع البلاديات التي لا لدي إمكانيات لكي توفر تحكيوها على بلاديات الكبرى اليوم في الولايات الكبرى مثلا وإلى المسألة تهم كان الولايات التي هي أكبر من داخل الجمهورية مثلا كما تونس بنعروس خاصة البلاديات المناطق الداخلية والبلديات المحثة التي فها كارثة كبيرة ياسر لا إطار بشري لا فها مدخيل لا فها حد شي معناك وضعية خائبة برشة وزيد مش كان عوان البلادية ترى حوكي ما قلتك عوان مصابات يتعرضوا لمخاطر جمه منهم للأوساخ تعرفي أطنان تونس فما يمكن 2.5 مليون طن يتوجهوا للمصابات النهائية بخلاف المصابات الغير مراقبة الموجودة في البلاد معناها الحالة رأي كارثية كبيرة بيس المكرم أنتما كجامعة اليوم الوين تواجهتوا وشنا الإجراء اتخذتوه الآن نعرف أنه فما احتجاجات وقاعدين جارية وتسمعوا في الناس الكل لكن عليكم التحرك في أي تجاه من يوم تحركتو كجامعة طبعا احنا كما قلتك تحركنا مع سلطة الإشراف اللي هي وزارة الشهور المحلية ودعيناها أنها تتحمل مسؤوليتها في الظرف الحالي وفي نفس الوقت دعينا منظورينا إلى أن يواصلوا عملهم نعرف حتى في ظروف هذه يواصلوا عملهم يتحملوا مسؤولياتهم في تصدي للوباء القاتل خطر إذا كان الوباء انتشر وانتشر عن الناس للسلطة المركزية وللرؤسة البلديات أنهم يتحركوا في المجال الهضايا ولكن مشكلة كيف تتصل ببعض رؤسة البلديات يقولوا أنا أراني أعملت معناها دومان باش نشري هال المطرية الهضايا وما فماش مش موجود فرماسي سنترال ما فيهاش صفات ما فيهاش الوسائل الوقاية براسك منعدمة مشكلة كبيرة أي كتقول مكرم نعرف وحنا اللي هو فمزي العادي اللي نعرفوه الجواندويت اللي غان التنو اللي يلبسها هذيك البوت اللي يلبسوا عامل النظافة لكن اليوم وقتنا نحكي على فيروس كورونا عن مسألة التعقيم في حد ذاته يبدو أن هناك زي خاص وحنا نشوفوه حتى في العالم وقتنا نشوفو كيفاش يتم عملية التعقيم نشوفو العمال كيفاش لابسين زي خاص باش يحميوا هل هو متوفر الآن في تونس وإلى لا غير متوفر بالكل وحتى لا باش يخدموا عامل يخدموا بذلك باللي موجود بالموجود وحتى الأعوان المختصين في المدوات وفي التعقيم ما هومش موجودين ما هومش متكونين في المجال هذي احنا عنا أعوان متعرش المبيدات والأدوية العادية معناها في الصيف وفي اما باش نبدو عنا أعوان صوفيستيكي ومختصين فالمجال هذا ينفهميش حتى عملية الرش المبيداتي عملية غالطة 100% والأزياء اللي يستعملوا فيها الأعوان لا علاقة لها بالأزياء اللي يلزم يقتنوها للخدام. ممكن تقول حكا سمكرم احنا عنا مد اليوم نحكي ونصوره في التعقيم وعمل النظافة يقوموا بالتعقيم ونشوفه في التساور هذي الكل ملا ملا اللي نعمل فيه ذي كل يعني تقول هو غالط مش غالط اما الناس مش مختصين مش غالط اما على حساب عوان البلدية مش غالط الاعوان البلدية قاعدين يعقموا في الصحات العامة في الإدارات الكل معناها تحملت مسؤوليتها البلدية في تعقيم المحيط الكل ولكن على حساب عوان البلدية الخوف رأو إذا كان كما قلت لك كونتاميناسيون توقع باش توقع لعوان البلدية ومن عوان البلدية بحاولها باش تكون للعباد الكل طبعا مهم جدا انه يكون يوفروا من الامكانيات هذه وتكون عندهم الأزياء الخاصة بالتعقيم وحتى نوع من تكوين سريع والتوعية باش يعرفوا الناس اللي راهوا والمسألة هذه جديدة علينا وجد على العالم الكل تعقيم رأو مش كان في هذا كمختير وزادة في وسائل نقل الفضلات في الحويات اللي ظهر لمواطنين وتعدوا وتشوفوا حالة الحويات هذه اللي معناها يجووا للعوان البلدية يفرغوا الحويات وتبقى الفضلات متاع الواحد موجودة سيكون برنسيب التعقيم يسير لكل واحدة ذاك ومع تواجد الكلاب السايبة ومع القيطات السايبة والحالة الموجودة في تونس حالة كبيرة باس منظومة النظافة هذه في تونس لا بد من مراجعتها مراجعة شاملة وأعوان النظافة لا بد من أنهم ينظروا لهم الخطر لا بد من قانون أساسي خاص للأعوان البلديين لكم تعرف البلديين مهمش وظيفة عمومي حتى في وقت رئيس الحكومة أعطا تعريمات أنها تكون سيونس يونيك وخمسة سوية أعوان البلدية يواصلوا يخدموا في الليل يخدموا أعوان شرطة البيئية إلى حد الآن قايمين بواج كبير ياسر وتعرفوا تدخلاتهم في مختلف الواد ما عندهم حتى إلى حد الآن ما زالوا أعوان بلديين عاديين أعوان المسالخ أعوان المقابر حالة كبيرة برشا ومهم طرح هذا الموضوع الآن والسلطات المعنية والدولة التونسية أنها تنتفت كنا ترحلها وكنا طالبنا إجراءات اللازمة سيماكر أشتركوا بعد شوية كان ممكن يمشيوا لزميلة جهان الواتي من تونس العاصمة بعد شوية كما العادة ربط مباشر كل مرة نكونوا معاكم من نقطة أيضا بعد قليل ممكن يكون حاضر معنا زميل خميس بوبتان من تطوين وكما شفتوا كانت معنا زميلة نادية ارتيبي من القصير نعود للحديث معك سيماكرم عميريا قبل ما نمشيوا مرة أخرى لربط مباشر مع زميلة جهان يعني المسائل الآن تتعلق بتوفير المستلزمات الأساسية يعني ما طلبوش حاجة كونفورت طلبوا المستلزمات الأساسية اليوم إذا كانوا نحكيوا بالأرقام هل تم توزيع ما يمكن من قفزات على الأعوان هل كانت هناك مجهودات إضافية بشي وفروا لهم الملابس الخاصة متاحهم يعني كتحكي مع رؤساء البلدية يقولك وفرنا وجبنا وكل يعني أين الإشكال؟ والله أنا نسمع فيه أنا وفرنا وجبنا ولكن هنا قلت لك فيه اتصال مباشر وأنا ممثل على البلديين حتى إذا كان توفرت لا يفيه بعشر متاع الغرض معناها مش معنا شو لازمنا نعملون منه؟ لازم توفير المعدات متاع السلامة والوقاية بأعداد وبكميات هائلة خاطر إذا كان بيش تقولي خدام بلدية بافات واحدة يستعملها شهر كامل مش معقول بفهمة لبافات هذوكو متاع نص نهار والبافات واللي جواندوات كنا طالبنا أن تكون تحت اللي جون هذوكو مفهمة اللي جون بلاستيك اللي يحموا اللي دينة متاع الخدامة الجيال المعاقب مش موجود أنا نحكيه لك اللي قبيلة نتصل بعوان بلدية تونس يومين يقولون مرة غدوا وبعد غدوا غدوا وبعد غدوا عاملين كوماند باش تجيه وعلى فكرة أنا باش نعلمكم اللي رأوا عنا أول حالة حجر صحي في عاون من عوان البلدية دعونك تخلي اليوم في حالة حجر صحي ورب يستر وأنا نقول لك الوسائل الوقاية ما هيش متوفرة يعني في حجر صحي مش من المهنة متاعه يعني من المهنة متاعه من المهنة متاعه عاون نظافة عاون نظافة في حجر صحي في حجر صحي من المهنة متاعه إذا أكيد بتنسيق معزارة صحة أكيد سيماكرم نتمنى وله السلام على كل ومهم جدا أنه اليوم يلتفتوا للناس هما في الواجه هما في صف الأول يبقى أيضا المسئولية مسئولية جماعية إذا كان يخلوا هما بالمسئولية فتونس الكل تتحمل جزء منه فيزم يكون هناك حل نعرف مانيش باش نخليهم يمشيوا هما يقولوا خالينا نمشيوا مهما كانت الأثمان ماذا بينا حتى حد ما يضع هذا الوقت يلزم جميع الجهود تتكاتف مع بعضنا الناس كل باش نتعدوا هالفترة متاع الوباء هذائها نحن نتكلمها كماناش ننهاجموا في المجالس البلدية ولا فيها ولكن نحاولوا نجو حلول وما فيها باس إذا كان المجالس البلدية زادت جورة وعنا مشاكل عنا كذا باش نحاولوا أنا نتصل بهم رؤوس البلديات نقولهم إذا كان فهم مشاكل لا يعلمونا احنا ندخلوا زادة معاكم ونعاونوكم باش ندخلوا مع السلطة المركزية نتدخل في الموضوع باش نن شلقى حلول مرة أخرى من تونس العاصمة جهان مسانور مرحبا بك مرحبا الهيب نحن لهنا نحن في البساج وين تحديدا ونتم تحكيوا في البلاتو على الأعوان النظافة الهيب ونحن قاعدين نشوفوا مع الحجر اللي كان أكد عليها سي مكرم نشوفوا قاعدين في بعض الأوسيخ المتواجدة في الطريق في قلب العاصمة تونس في لفايات وفي البساج على الطريق الرئيسي اليوم نرقاو في مواطنين يستعملوا القفازات الصحية أيضا ومبعد يتم ربيهم بدون الكيس المخصص ليهم وهذا اختير الهيم وذلك عليش حبينا نشير ليه حبينا أيضا نحكي مع صيدلية فتحة وميخذ الإجراءات اللازمة ما يخذ نشوف قاعدين في البوابة الرئيسية بتاعها تكتفي بالفتحة هذه المخصة للقفازات نرجع لك جيهان بعد شوية مهم اللي تقول في ماذا بينا نشوف صيدليات اللي فاتحين الآن في حضر الجوالين أو منع الجوالين حتى نعرف هناك مواطنين قاعدين يخرجوا ياخذوا في احتياجاتهم من الصيدليات ماذا بينا نرجع معك جيهان مهم جدا خلينا نشوف صيدليات المفتوحة الآن في تونس العاصمة إذا كان فمشكون مسحق للأدوية فهي تعتبر حالية استثنائية ممكن يتوجه إلى الصيدليات مكر مع ميريا في انتظار ترجع معنا جيهان فقط نكمل معك الفكرة وانت كنت شفت الصورة جيهان قال تحكيوا على النظافة هوا نشوف ونحن الأنهج هذية كيفيش الأوسيخ متراكمة في كل مكان فمزيد القفازات اللي استعملوها المواطنين وقاية أنفسهم ويرميوها وين يجي وعلى عاون النظافة أنه بشيهزك القفازات هذيك وبشيهز الفضلات هذيك فالآن التنسيق وين يوصل مع رؤساء البلدات حتى تلقوا حل والله نحن دعينا اليوم في بيان البلديات اللي تدعو المواطنين أنهم يلتزموا خاصة بالتوقيت متاع خراج الفضلات وتكون الفضلات في دوسة الشيء معناه مسكرين بجداد 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 نحموا أعوال النظافة لغالب فما بعض تجاوزات من بعض المواطنين كما هكذا معناك اللي ندعوهم من المنبر هذا بش يفكروا في أعوال البلدية اللي هما ينظفوا في البلاد وكما ديما نقول وإذا كان هذا جيشنا في الصفل اللي اللي ينظفنا في بلادنا واللي يحمينا في حياتنا طبعا وعلى الندقات هذه اللي قلتها سيماكرم عميريا أنه يتم الاستجابة لها من السلطة حتى يتم توفير كل المعدات اللي متعلقة بأعوال النظافة وحتى وكان صارت بعض التحركات فنتمنى أن تكون في حينها لأنه نحن تحركات هي لجلب الانتباه بعمرها ما كانت أنا نعطيك من هنا ضمان اللي ما فهم حتى حتى باش يوخر على مهمته في البلديات ما واخرناش بل باش نوخر وتو التحركات صارت في بعض البلايس جوشت لجلب الانتباه على أساس باش البلديات تتحمل مسؤوليتها في حماية العوال وإحنا رانا في الصفوف الأولى من هامس مش مليون بحاولها باش نكملوا وباش نحميوا بلادنا وباش ننظفوا بلادنا كما يلز طبعا إذا كان ممكن نرجع لجهان الواتي بعد شوية وبنوضع البلديات نرجع في الجزء الأخير برنامش كنا معنا شيخة مدينة تونس سيدة سعد عبد الرحيم لأنه نحكي أيضا على بلدية تونس البلدية الأكبر تقريبا أكثر بتجمعات السكنية تونس العاصمة بعد شوية باش نرجع بأكثر تفاصيل في انتظار تكون معنا مرة أخرى جهان الواتي أو زميل خميس بوبتان من تطاوين كان نجم نتصله بخميس خلينا نشوف تطاوين أيضا لأنه اليوم منع المواصلات وعزل تقريبا مدينة القاسرين تطاوين وغيرها من الولايات حتى ما يكون هناك أكثر ما يمكن من معناها ذهب وإياب من مناطق إلى أخرى ومنع تفاشي فيروس كورونا نرجع معكسي مكرم عميرية اليوم نعرف إلي الجامعة هذيك الدور متاح أن الطالب تعمل البيانات لكن الإحاطة النفسية بالعمال البلديين هل تحكيوا معهم هل هناك من يوما يواعيهم يعمل الإحاطة النفسية ليهم بجي قولهم راو متنجم مش فماشا كل الرعب والخوف هذيك راكم متنجم تخدم خدمتكم تقيوا أنفسكم فقط مع مختلف نقابية التي تتواصل مع أعوان في مختلف فليسيت وين يخدموا بخلاف هذا نقدر مجهود العديد من مجالس البلدية من رؤساء البلديات التي حقيقة نرى يتصلوا بأعوانهم ويتحركوا معهم دفع نفس لهم جمعية المجتمع المدني نحب نشكرهم على خاطر أبدوا وعي كبير وكانوا يعاون في البلدية في القيام بأعمالهم نحب نزيد نقول الإحاطة لابد منها البلديات يجب تعمل برنامج في الإحاطة بأعوانها وفي تكوينهم وفي دفع معنوي للأعوان في الظرف هذا خطر أنا نشوف يعيش في حالة هستيرية كبيرة برش يكلموا فيها وكما قلت لك بالله ماذا بينا حتى نجاوز حتى القانون الموضوع متاع الأزياء متاع العمل اللي يخدموا بيهم ويروحوا بيهم للديار رأوا اختير برش رأوا اختير برش ماذا بينا يتحمل مسؤوليتها البلدية ويروح بالقانون يلزم البلدية تتشدد توفر له طبعا لا يروح بالتنمية لديك لدى في خصوص الحماية يلزم تتشدد مع العوان توفر لهم أكثر ما يكون زي توفرهم لدواش توفر لهم النظافة متاحة وتتشدد معهم انهم ما يروح بتبشهم للدار خطر رأوا اختر كبير برش طبعا سمك عمار يش نرش نختم هذا الحوى لكن خلينا نمش لتطاوين مع زميل خميس بوبتان مساء نور خميس 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 كنت سمعني مساء الخير مساء النور تحية لك ولكل المشاهدين الكرام نحن موجودين في وسط مساء الخير نستمع إليك جيدا نحن في وسط مدينة تطاوين في متابعة في الحقيقة لإجراءات تطبيق حظر الجولال اللي انطلق بشكل فعلي في السادسة مساء نتوقف الحركة تماما هنا في مدينة تطاوين في شوارعها الرئيسية وكذلك في أحيائها الداخلية من خلال المجهود الذي يبذل سراحة من قبل قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني وكذلك الجيش الوطني التي تؤمن دوريات مشتركة لتطبيق هذا الحظر للجولان في مدينة تطاوين كما نشاهد في الحقيقة في الصور التي تواجد عدد كبير من قوات الأمن الداخلي في هذه اللحظات لتأمين حظر الجولان ومنع كل الأشخاص الذين يتجولون في مدينة تطاوين أو في العربات أو غيرها في الحقيقة لابد من الحديث عن زوز مساء أخرين مهمين إلهام بالفضل بالإضافة عفوا إلى هذا الحظر للجولان فيه زوز أشياء مهمة بالنسبة لجهة تطاوين سراحة ما لاحظناه في الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة الالتزام خاصة بالحجر والعزل الصحي لمجموعة من العائدين من الخارج خاصة من فرنسا وإيطاليا لم يكن بالدرجة المطلوبة أكثر من 250 موجودين في الحجر الصحي ولكن العديد الآخرين يتجولون في وسط مدينة تطاوين وهذا يسبب إشكال كبير كذلك بعض المناسبات في الحقيقة التي تمت في الأيام القليلة الماضية خاصة على مستوى العراس والمناسبات قد تسبب بعض الإشكالات صراحة عن مستوى جهة تطاوين هذا كعلش السلطات الجهوية والسلطات الصحية هنا في ولاية تطاوين تشدد كثيرا على تطبيق والسرامة في تطبيق الحجز الصحي لكل العائدين كذلك الأمر صراحة إلهام في مستوى ولايتي مدنين وتتجابس مع الأسف في ولاية مدنين اليوم سجلنا أول حالة مؤكدة لإصابة بفيروس كورونا لأحد الماضية في ولاية جابس إلى حد الآن لم نسجل أي إصابة والحمد لله وهذا أمر يسعدنا وإن شاء الله تتواصل هذه الأخبار في ولاية جابس هكذا دون التسجيل أي إصابات بالنسبة إشكال آخر على مستوى التجهيزات والوسائل التي تساعد مختلف العاملين هنا والمواطنين على مستوى الحماية سوى في ولاية تطاوين أو مدنين أو جابس صراحة لاحظنا نقص كبير برشا مواطنين يتشكوا من عدم موجود هذه الوسائل التي تمنع تفشي فيروس كورونا خاصة على مستوى الحماية بطبيعة الحال هذا هو الموجود الآن في جهة تطاوين على مستوى المعابر الحدودية توقفت الحركة تماما في معبري ذهيبة وكذلك رس جدير ولا يسمح فقط إلا للليبيين المغادرين إلى بلدهم أو التونسيين العائدين إلى أرض الوطن كذلك في الساعات القليلة القادمة في مطار جربا جرجيس الدولي ستوقف تماما رحلة الإجلاء للعالقين من التونسيين المغادرين أو السياح الذين انتهت فترة إجازاتهم في المنطقة السياحية جربا جرجيس في الحقيقة حذر كبير ولكن لابد سراحة من تجديد أكثر على مستوى تطبيق الإجراءات على مستوى الأسواق العمومية يلاحظنا في الحقيقة برشة ناس مزلت متواجدة بكثافة في الأسواق الموجودة في جهتنا خاصة أن اليوم ويوم أمس هذا يطلب جهد إضافي وكبير حتى يتم تطبيق القانون بكل سرامة وبكل دقة حتى نتجاوز ونتفادى الإشكالات التي قد تحصل في الأيام القادمة أخميس هل هناك إشكاليات في مسألة التزود بالمواد الغذائية وإلى في تطوين هل هناك نقص في مادة التسميد والفرينة كما بعض الولايات كنا بكري في رابط في القاصلين يبدو أن هناك إشكال حتى نجيبك أكيد 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 نردين زمينة نردين العزيز مش ورينها شوية بطبيعة الحال للشوارع كيفاش فارغة تماما هنا في وسط مدينة تطوين والكاميرا ستتجول بطبيعة الحال لتأكيد هذا التنفيذ هذا الحذر بالتمام بفضل ما تقوم به وحدات الأمن الداخل والجيش الوطني حتى تكون الأمور مياه في مياه بطبيعة الحال بالنسبة إلهام للإجابة عن التساءل متعك الإلهام الإشكال الكبير هنا على مستوى التزود هو اللهفة الكبيرة الموجودة في الجهة سوى في تطوين أو في مدنين أو في جابس ولكن الإشكال الآخر هو أن هذه المناطق بعيدة عن مراكز الإنتاج وفيه إشكاليات على مستوى التزويد وغلاء الأسعار للاحظناها بصراحة ثم ارتفاع مقارنة بالأيام القليلة الماضية ارتفاع كبير على مستوى الأسعار خاصة الخضر والغلال نقص في المواد الأساسية نحكي خاصة مادة السميد والفارينة وغيرها رغم الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الجهوية والإدارات الجهوية للتجارة هنا بتأمين بطبيعة الحال بتأمين هذه المواد الأساسية ولكن فيها لهفة كبيرة بطبيعة الحال على مستوى المستهلك يقابلها إلهام ارتفاع في الأسعار غير مفهوم وهذا يتطلب صراحة جهود كبيرة على مستوى المراقبة من قبل الإدارات الجهوية والتجارة وشرطة البلدية وغيرها من المؤسسات حتى المواطني يتزود بشكل عادي على مستوى التنقل ما بين المدن في الحقيقة هي توضيح مسألة إلهام الأسادة الولاد في جهات الجنوب الشرقي أصدروا أوامر بمنع الرحلات المنظمة والسياحية فقط الرحلات المنظمة والسياحية لا تدخل إلى هذه الولايات دون الرحلات العادية التي مازالت متواصلة والتي تأمنها أسواء الشركة الجهوية للنقل بمدنين في ولايتين تطوين ومدنين وكذلك الشركة الجهوية للنقل بجابس اللي تأمن الرحلات في ولايتين جابس ما فاميش إيقاف ما فاميش إيقاف الرحلات بين المدن العمل اللي تقوم به سيارات الألواز بين المدن يعني ما فاميش إيقاف للرحلات بين المدن تنقل بين المدن بالحفيلات ما فاميش إيقاف رحلات التي تؤمنها الشركات الجهوية للنقل خميس فقط شفنا حركية وراك لنعلم ما هي سيارات الأمن أم هناك هل هي سيارات عادية أم سيارات أمنية بعض الاستثناءات خاصة لمستوى العمل للسيارات الخاصة بالصحة هي اللي ورانا كانت سيارات أمنية فما سيارة عادية تم إيقافها حتى نشاهد الآن بالصور والأمنيين يثبتوا في الأمر هذه حالة استعجلية كان في المستشفى الجهوي في ولاية مدنين هذه سيارة البلدية بطبيعة الحال هذه شاحنة البلدية في سيارة أخرى بطبيعة الحال الوحدات الأمنية تتعامل مع هذا الأمر بطبيعة هذه سيارة يبدو حتى هي سيارة من الأمن يقول لنا سيارة عائدة من المستشفى الجهوي بتطوين كما ذكرت إلهام صراحة معناتك النجم ونقول أكثر من 99% معناتك الحذر مطبق هنا في ولاية تطوين يبقى بطبيعة الحال وعي المواطن حتى يكون في مستوى هذا الإجراء وبطبيعة الحال هي حماية لها أولا وحماية لكل الناس المتدخلة في هذا المجال شكرا لك نعم فقط للتأكيد إلهام بالنسبة للرحالات التي تأمنها الشركات الجهوية للنقل في ولاية تطوين وجابس ومدنين بطبيعة الحالة تتواصل بشكل عادي شكرا لك يا زميل خميس بوبتان وأيضا المصور الصحفي في معك نرديين على تأمين هذه السورة من تطوين طبعا بعض المخالفات التي وصلت إلى بطاقات إداع بالسجن في علاقة من خرق حذر التجول الآن وتطبيق القانون على كل من يخرق حذر الجوالين ومنع الجوالين هذا القرار الأخير الذي انطلق منذ أمس من سيدسة مسائلة سيدسة صباحا بعد شوية نرجع للجهان الواتي لكن مش نقعد في موضوع البلديات وتحضر معنا سيدة سعادة عبد الرحيم شيخة مدينة تونس مرحبا بيك مرحبا بيك شكرا مرحبا بيك ومرحبا بسيدة المشاهدين في ناس الموضوع كنا نحكيوه على البلديات ومعني إشارة إلى تطوين كانت السيارة أو شاحنة البلدية اللي تأمن نقل الفضلات هي اللي كانت مسموح لها بالعمل يعني أن العمال البلدين في الصف الأول وموجودين حتى في العمل حتى في منع الجوالين في منع الجوالين فهم اليوم في الواجهة كلنا نحكيوه مع سيد مكرم عميرية والجامعة العامة اليوم تقول لك فما إشكاليات كبيرة على مستوى التزود بالجال المعاقم على مستوى التزود باللباس الخاص لنقل الفضلات وتخوف العمال البلديين يبدو أنه في محله سيدة سعاد شوف هو التخوف مش فقط عمال البلدية اليوم التخوف والحذر لازم وواجب على كل مواطنين ومواطناتنا مزيد الحذر من قبل أعواننا البلديين لأنهم هما في تواصل مستمر وموجودين في الشارع بالنسبة لنا كبلدية ساعة نحيي كل الأعوان اللي في الوقت الحالي موجودين سختغان معنى موجودين وقاعدين يقوموا بمهامهم إضافة إلى أعوان النظافة أعوان حماية المحيط اللي قاعدين يعقموا في الطرقات وقاعدين يعقموا في المحطات وقاعدين يعقموا في محيطات المستشفيات في محيطات لين فما كثافة سكانية موزاق موجودة هل هذا العمل متواصل لحد الآن؟ هذا العمل متواصل بالطبع عملنا للأعوان بتاعنا بشي تواجدو بشي نجمو يقومو بالعمل هذي لأنه ما نجموش نخليو البلاد بلاش نظافة وما نجموش نخليو بلاش تعقيم لكن احنا سيدة صعد كنا نشوفه في تصوير نقلتها زميلة جهانة الواتي من تونس العاصمة الآن فم فضلات في كل مكان تقريب كانت هذه صورة حي عدم نقل مثل فضلات هذه مسؤولية من الآن شوف احنا اليوم فما اتا دو بانيك الحقيقة خلينا نقوله كوش سواء عند المواطنين ولا عند العوان فما نقص في العوان فما نقص تعرفوا الكل ومعني وهذه ما هي شي حاجة جديدة احنا رغم الارتفاع في منصوب النظافة ولكن ما نش راضيين على النظافة هذه فما الأيامات هذه وحنا نتفهم وتخوف الناس فما أبسنتيزم كبير اليوم فما الناس خايفة احنا وفرنا زي الشغل والتزمنا وكنت موجودة بحديك هنا والتزمنا وأنه في آخر فيفري الأزياء تكون موجودة الأزياء موجودة القفزات الجواندويت موجودين القفزات الجتاب الكيف كيف موجودين للكول جيل وفرناه في مختلف المستودعات في مختلف المؤسسات وفرناه حتى في الشارع للمواطنين والمواطنين وفرنا اليوم هما كل واحد قلب سابون خاص بأباغ سابوني اللي موجود في المستودعات وإلى في الإدارات وفي المصالح باختو موجودة مواد التنظيف كاملة موجودة في كل المنشآت أو كل الإدارات كل المصالح اللي تابعة للبلدات إضافة إلى تزويد شخصي إضافة إلى تزويد شخصي فما عنا نقص في البافيت صحيح البافيت هو مش موجودين في المخشي البافيت هو العون يحس روحوا أنه محمي كيربس البافيت كل مرة اللي معنيها الكمية اللي جي نعطيوها ونعرفوا البافيت وجو تابلوا ما نجموشي يعود يستعملها عكتل من مرة مشيت مشيت حتى في أنه وناخو اللي بافيت اللي نستعملوهم في المستشفيات معني هالي هو اللي مشيت وما معديت كوماند والتزمت أنه نوفره هادوما بشعل هادوما معناه النجمو نخسلوهم ونعودو نستعملو نخسلوهم بطريقة صحية ونعودو نجمو نستعملوهم لأنه عديت الكوماند في هذي عديت الكوماند أو الأسبوعات كن موجودة عنا كل مرة كل ما نرقاو يتوفر سور المخشي اللي بافيت رانا واللي ماسك رانا قاعدين ناخدو مش من خليوهم شي ناقسين حتى شي إذا كنا إلى هذي إذا كنا إلى هذي سيدة سعاد للإجراءات وكل ما يتم توفيره في علاقة بالعمال البلدين خلينا نمشو مرة أخرى مع جيهان الويتي جيهان مرحبا بيك مرحبا مجددا الهيم ونحن حبينا نشوف الصيدليات خاصة اللي تفتح في الفترة الليلية وكيفية تعاملها مع المواطن شوفنا كيفيش الصورة كيفيش البوابة الرئيسية للصيدلية فيها كل يعني كل وسائل الإحاطة وسائل البناعة اللي لحبيت العاملين بصيدليات وأيضا لحبيت المواطنين والاكتفاء بنفذة صغيرة للتعامل بين العون الصيدلي وأيضا المواطن خلينا نشوف نتحدث مع الدكتور الصيدلي الموجود معنا في المباشر مرحبا بيك دكتور على الوطنية الأولى كيفيش يتم خاصة هذا اليوم الثاني لحظر التجول كيفيش يتم التعامل مع المواطنين اليوم في هذه الظرفة نحاولوا كيفيش نخليهم من مسافة مبيناتنا بيش ما ننقلوش إذا فهم عدوة الحاجة نمنعوها ونعطيهم كلك النصايح في الموضوع في مخصفة الخسلين يدين بالصابون المواطنين برشا يتحدثوا على الجيل ويتحدثوا على التسعير للجيل خاصة بعد تدخل وزارة التجارة اليوم كيفيش الأسعار خاصة وأنه فما شكون فما دراسات تقول أنه الصابون يكفي لتعقيم اليدي هو في القاعدة الصابون يكفي أما الصابون كي تخسر بيديك تحبلها ببري 1 منوت حسب الدراسات بشيوف الفيروس معناها ماذا بيك تخسر بزايد والجيل أسرع ترانسيقون ذاكاكا أما الموش متوفر بالكل والتسعير اللي حانت قاعدين تبقوا فيها اللي خارجت جديدة أما موش متوفر بالكل طبعا ثلاثة أيام فماش معناها الجيل مشكلة يظهر لي في الألكول اللي مش متوفر بكل مياه كافية من المعامل وهذا إشكال كبير أخذ النورم المائز ويتوفر في أقرب وقت شكرا لك الدكتور أكيد الهيم هذية يمكن للصولة المعنية أنها تدخل خاصة فيما يخص هذه المادة الهيمة اللي هي للكول زيدا نشوفه في الشارع فم احترام لحضر التجوين من قبل المواطنين إلا البعض منهم اللي ربما لأسباب صحية متوجد في المنطقة اليوم وأيضا الصورة اللي كنا رصدناها منذ قليل ونحن بحضينا للسيدة سعاد عبد الرحيم لبعض الفضلات الموجودة زمينا المصور الصحفي يورينا الفضلات الموجودة هنا في البساج في الطريق الرئيسي المؤدية لوسط العاصمة هذه هي صور الحية الموجودة عنا الهيم وأكيد في كل مرة نحاوله أننا نعطي للناس صور حية من شارع تونسي شكرا لك جهان الواتي طبعا كانت من تونس العاصمة بالنسبة للمعلومة اللي قدمها الصيدة اللي علميا لا نعرف صحة وإلالها في علاقة بدقيقة وثلاثين ثانية بالجيل على كل كل الأطباء اللي كانوا الهناي ومروا على البلاتو هذي أكدوا أن الغسل جيدا حتى بصابون متينة نحن نعرفوه صابون لخضر رأو يحصل بالجداء وفقط استعمال الجيل لأنه جيل النجم يكون في مكتوبك ومحتوط وفي أي مكان تنجم تعقم اللي دين دونك سابون يطالب أنه فما بوان دو كما اللي عملتهم بلدي تونس في مختلف المحطات وفي مختلف الفضائيات أنه يزم عندك مية باش تنجم تخصي ديك بمية والسابون ألوك الجيل يدغوه ألكوليك يدافع إلى السرعة أمتعه مية لازم اكتخذ نفس الوقت اللي كي تخصي ديك تعمل لالكول معنا يزم يكون يقعد لكالك سجوند اللي أنت تفرك في اللي دين الكل يزم يكون وجود فقط فما سهولة أكثر في استعمال جيل يدغوه ألكوليك يعني هنا يعليش باش من قولوش خاطر الناس إذا كانوا اليوم الجيل ما هو شي موجود فما نقص في الالكول في البلاد باش الناس اللي ما يستعملوش الجيل ما نقولوش لا راهو سابون مي مش ممكن طبعا ما ونجم نجم الإجرائيات النسبو باش الناس تاخد كل احتياطات الممكنة واللازمة طبعا الإجرائيات الأخيرة اللي تخذتها بلدي تونسي لحد الآن كيف تتعام مع هذه الإجرائيات محاضر هل هناك مخالفات كبرى في علقاء بالمقاي كل المسائل هذين قبل ما نمشي لأجرائيات اللي خذتهم بلدي تونس فيما يخص أعواننا وموظفينا احنا على واعي تام بأنه الفيروس هذي نجم يسيب الناس اللي عندهم نقص في المناعة بالأساس مرضى السرطان عفينو عفكم الله اللي عندهم قصور كيلوي اللي عندهم نقص نشوفي زنس كاردياك وإلا كيف كيف صعوبة في التنفس الناس هذو ما احنا أعطيناهم وعطل من قبل البلدية أي أنهم اليوم هما طلبنا منهم أنهم يقعدوا في ديارهم ومش لازم يلتحقوا بفضاء العمل بغلي كونسيرهم من الناس اللي برات من المرض هذيك تقعد في الدار بناء على الملفهم الطبي يقعدوا في ديارهم المهم أنه يستحفظوا على رواحهم المهم لأنه ممكن إذا كان شخص آخر عنده قوة معناه عنده مناعة كافية وأنه ينجم يقاوم الفيروس لكن الناس هذين اللي عندهم نقص في المناعة ممكن إبدانهم يكون أضعف من إبدان الآخر فهذا كيف كيف من باب مسؤولياتنا تجاه موظفينا حتى وكان دون تعويضهم معناه في العمل يعني بشي تم تعويضهم وألا لي بيش بش نعويضهم ما عندكم مش الناس وخرين يمكن بصيفة عقود فيها وغيرهم يا أمن الله حكينا من آخر مرة الوقت الحالي في كل بلاسة مش ممكن في كل بلاسة مش ممكن ولكن فيما يخص الأعوان لا هو مش عدد كبير اللي بشي طالب ممكن المصلحة لازم تكون موجودة ولكن كل من هو في حاجة أنه يقعد في داره بناء على ملف والطبي رانا ما نشبش نمنقوا من هذي بالعكس إحنا مدينة مبدأ بينا كل واحد مع أي حاجة اللي نجم يتقلق بيتواجده في الشارع أو نجم تتسبب له في مرض خاصة هذو مع أصحاب الأمراض المزمنة رانا ماشيين في حفظهم لأنهم تهمنا سلمتهم قبل كل شيء ممتاز لكن في الإجراءات اللي حدناهم في البلدية رغم اللي وقت اللي نشوفه كما شفنا في الصورة هنا أنك تشوف كدس متع فضلات موجود مؤلم هو مؤلم أكيد وإحنا متواجدين يوميا رانا في الشارع رانا متواجدين سوق قاعدين نعمل في رقابتنا الممكن الكل صحيح فما ارتفاع في منصوب النظافة ولكن دون المطلوب خاطر نجم ونمشي في عشرة أونهجة ما نرقاوش كدس وبعد كنرقاو كدس نقولوا راية تونس مش ندفع هذي رهو موجود ولكن إحنا نسعاو وأنه ما يكونوش أكداس كما هكيك أنا متأكدا على بعد خمسين متر بشتر قحاوية لكن المواطن في الظروف الاستثنائية هذية ماذا بينا كيف 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 كما يعاوننا بنظافة يديه كما يعاوننا بتعقيم يديه وتعقيم المساحة اللي قدام وخاطر خايف من المرض كيف كيف الأكداس اللي تريشها في الشارع نجم كيف كيف تكون هي مولدة لبعض الجراثيم اللي الضر صحة العباد والضر بالأساس صحة العون اللي بش يقوم برفع تلك الفضالات واذكرتوها كما قبل كما القفزات الجوتابل وإلا البافات اللي يطايشوا ما نحبوهمش مطايشين في الشارع قاعدين نروا فيهم اليوم لقى ذوكم لازم تكون حاطتهم انتي في كيس ومسكر بطريقة محكمة باش ما يقعش لمسها بأيدي عامل النظافة مع أنه وفرنا كل القفزات كما قلت لك الجوتابل اللي الاخرين البرفيسونيال اللي هما قاعدوا يخدموا بهم وكنا قبل نطلبوا منه أنه إذا كانت قطعوا قفزاتي بش يخذ الاخر اللي بعد ويجيب الأقديم طيب ما عندناش تحفظ كل واحد يطلب قفزات ضاعت تمشيت تنسيت في بلاسة يعني خففتم الإجراءات هذه القانونية في مسألة تشتيت تزود باللازم اليوم رانا في حالة وبائية في البلاد تطلب كل مننا يحاول يوفر كل الإمكانيات اللازمة باش نحفظ بلادنا باش نحفظ عائلاتنا وباش نحفظ معنيها في الأموم نحفظ الرواح نحفظ الإنسانية لأنه اليوم حتى إذا كان إنسان موجود في مكان موبوء وينقل المكان آخر لأنه المكان الآخر نقوله أقل وباء لأنه هذا اليوم وباء عالمي أقل وباء وقد يكون هو حامل للفيروس ماذا بينا كيف كيف ما يتخباش وما يخباش روحه وما ينكرش أنه كان في ذاك المكان إنما يخضع للحجر بيكون عنده المسؤولية بشي يخذ للحجر لأنه اليوم قلنا هذا وباء عالمي كل الإجراءات اللي ناخذوها هي وقائية بالأساس تعرف الإجراءات اللي يخذيناها بجينا أول مرة فيما يخص الفضائات المفتوحة للأموم منعنا الشيشة اليوم منعنا الكريسي والتواول منعنا كل الفضائات الترفيهية أغلقناها أغلقنا أنت إذكرتوا الرحلات الترفيهية كل الرحلات الترفيهية كيف كيف تم إلغاءها ومعناها تم منحة من البلاد الكل فيما يخص مختلف البلديات أي كل الإجراءات الحمامات اليوم مواكب الدفن ما يجب أن يكون فيها عدد يتجاوز العشرين شخص وتنظم البلدية وأعوان البلدية هي اللي تنظم كيف كيف المواكب هذا بطريقة أنه كل مواطن يكون بعيد على الأخر مراسم الأقود القيران نحن دعيناهم كيف كيف أنهم يأجلوا أقود القيران وفي التأجير ما فهميش خطايا في التأجير لأنه في العادة يطلب التأجير يطلبوا عليه خطايا مالية اليوم لا اليوم نحن قاعدين ندعوهم أنهم يأجلوا يأجلوا من حينما يدفعوا حتى فلوس زيدة المهم يحترموا إجراءت هذه المهم أن يأمنوا الناس اللي حاضرين في أقوة أحداً على المقاطعة لأنه اليوم كانت تحكي على تطبيق القانون في علاقة بالمقاهي ومنع الكراسي اليوم فهم مقاهي محلولة في جون جوريس معناها في شارد جول في شارد جول في شارد جول في التقاطع مع نهج روسيا مقهاوي محلولين والناس قاعدة وكريسي وتواول هو تطبيق القانون كيفش لا 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 فيما خصت المقاهي باش نبدأوا ويعيين باش نواقاعدين نقولوا اللي تم منعه في بلدية تونس تم منع استعمال الشيشة وحثينا على الاستعمال اللي قبليه كارتوني وحثينا على التعقيم المتواصل لكل الأسلح المخالفين يوم تطبيق القانون على المخالفين كيفش شددنا في هدايا اليوم خذينا قرار لأنه شفنا وأنه رقينا في القاوي فما الناس يقعدوا في كريسي وفي طاولة صغيرة وقرب لبعضهم اليوم خذينا القرار هدايا في منع الكريسي والتواول وكله مخالف معاش نكتفيه بالخطيئة المالية إنما يتم الغلق غلق الفضاء مباشرة وهنا تحية لأعوان الشرطة البيئية اللي قاعدة تخدم الليل ونهاره حتى في الليل راهي متواجدة سيختغاء أعوان كيف حماية المحيط حفظ الصحة سيانة المباني اللي قاعدة اليوم تركب فيليب واندو وقاعدة تتعبي في الديسخيبتورجال هذوكم اللي قاعدين الديسخيبتورجال اللي قاعدين موجودين في مختلف المحطات المعقب اللي قاعدين في كل معناها في كل ساعة يعملوا في الطور يعود يعبيوه يعود يعبيوه تدخلنا كيف كيف حتى في وسائل النقر الأمومي لأننا واعيين من أنه العدوى إذا كان تنتشر مش تكون عندنا القدرة على مجابهتها فأخذ كل الإحتياطات اللازمة كل البلديات مشكورة كيف كيف ساهمت وهي الآن بيصدد معاذدة المجهود الوطني في مقامة تفشي فيروس الكوغونا نأملوا أن المواطنين يعاونون بأنه يستحفظ على روح يخسر يديه إذا كان يشكه أنه هو مريض أو يعامل الناس على أنه هو مريض لازمه إذا كان يشكه لازمه يلبس الكمامة ولازمه يعقم لديه وما يكونش قريب بالناس الأخرين ويتصل بالرقم لـ 190 بيش يعلم إذا كان خاصة وأنه هو جاي من مكان موبوء وهذا مهم جدا أن عمله على المسؤولية فقط إلى جانب ليسان فتوم اللي هي السخانة وإلا السعال الحاد وإلا الزوت خسامته موجودين مهم جدا أن يكون شخص هذا إذا كان جاء من بلاد الوباء فيها منتشر أنه يتحمل المسؤولية ويكون يقوم بالحاجر ويعلم وأغل حاجة يقوم بالعزلة الذاتية لنفسها نشكر كبير شايدة سعدة عبد الرحيم شيخة مدينة تونس اليوم واجهت كلما لعمل البلديين أنهم يكونوا موجودين شجعان يقيوا أنفسهم يتحملوا يخذوا أيضا تحية كبيرة الأعواننا ونعرفوا الي اليوم كما قلت هم متخوفين برشا هذا يعليش حطينا على ذمة الأعوان متاعنا سيارة إسعاف خاطر فما شفنا ديكات ديكات دي بانيك معناه ديكيز إستيريك شفناه الي هو يبدأ خايف وليت حتى معاملتنا مع الناس عنا عون الأعوان الي هو دياباتيك ويجي وساعتك خاطر الديابات كي ديخ المراداتي حتى حد من يديه هي هو من المفروض كي جابتيك وعنده مرادة سكر يركتع فيها سيدة سعاد أنه يجيب الدوسين تاوي يمشي شدار ومعناهم يرتاح وأنتم نقوله سلمة طبعا أحنا دعيناهم أنهم يجيوا وكيف كيف يعرف اللي هو عنده نقول لك هو يعرفوه زماليه وأنه هذيك جابت وليت حافوا منه وذي صارت في أكثر من ما لازلنا نكونوا واعين مش معناها لازلنا نكونوا راو مش كل إنسان راو دايخ قدامنا راو حاملتنا راو عنده بالتالي مش لازم معناها ساعات ضخم وبرشة ممكن أنه نفقده شخص من قلة اعتنانا ولا منعطنو وحنا عنا الوسائل الاتصال حتى وكان ما نقربه نتلبه طبعا فما سيارة إسعاف خاصة بالأعوان بلدي تونس اي عم حتينا سيارة إسعاف خاصة بأعوان البرح كيف كيف كانت عنا كا كيف كيف هنا في المنزة ولبس عليه وقام ومعنده حد شي فقط هو تخوف كبير يخليه في بعض الأحيان أنه يغمع عليه وإلا يحس وأنه مش قادر يتقلق فهي موجودة على ذمتهم نتمنى ولهم السلامة نحاولوا نوفروا اللي تقدر عليها البلديين أكيد تحية لهم برشا لأنه حتى وأحنا هنا موجودين حتى ولو الوقت الحالي فما كفه في البلاد ولكن الأعوان موجودة سيحتغان باش تقوم واجبها واليوم راه واجب وطني قدام الأمن القومي ضروري أنه نحافظوا عليه شكرا سيدة سعدة عبد الرحيم شيخة مدينة تونس شكرا جزيلا لك على الحضون نحب نشكرك برشا فايزا قنون المترجمة المحلفة عن جماعة تونسية من ترجموا لغة الإشارات وهذا مبادرة منكم ونبدأوا نشر برشا سيدة الكريم يعطيها صحة مبادرة منكم من الجماعية وبرنامج مع الناس أن نوضحوا للناس نوصولهم المعلومة لفقيدي السماع وحتى يسموا على الأقل بالإشارات ويفهمونا شو نحكي على كورونا بعد شوية تلقوا نشرة خاصة بأتواقي من وباء الكورونا مع زميلة عواتف في صغروني بعد قليل ونقولكم سبحة الأخيرة في الأمام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر